في خطأ شائع بالمفهوم أنه الولد يلي عنده طايف توحد مش لح يقدر يتعلم أكتر من لغة وحدة وهو الحقيقة كل ما تفضلت وقلت كل الدراسات عم بتدل أنه مش مصبوط أنه الولد يلي معه طايف توحد بيقدر يتعلم أكتر من لغة وتعلم اللغة التانية مش لح تتعذبه أو تأثر سلبياً عليه بتطور وتطور لغاته وتطور التواصل بل العكس أنه الولد يلي عنده بيصير عنده أكتر من طريقة وحدة اللي يعبر عن الشغلي خاصة لأنه نحن بنعرف أنه الولد يلي عنده مشاكل من نوع الطايف التوحد عنده صعوبات بالتواصل الاجتماعي وبتوصيل فهم أول شيء المعلومات الغير لغوية اللي بشفوها عند الشخص التاني وما بيقدروا بضرورة يعبروا عن نفسهم كمان بالطريقة اللي هي مقبولة بالمجتمع بقى كل ما بيعرفوا كلمات كل ما بيعرفوا الطرق التواصل كل ما أفضل لألون نعم يعني ثنائية التوح عفواً ثنائية اللغة ما هو دورها في ربما نمو أكثر إبداع الأطفال أو أنه يعني النمو اللغوي دعينا نقول والاجتماعي وأندماجهم كما ذكرت أيضاً في المجتمع كيف تساعدهم؟ بتساعدهم لأنه بيصير عندهم مخزون أكبر كلمات وطرق تواصل مختلفة وبالمجتمع جمالاً هلأ مجتمعاتنا ما عادت لغة وحدة أكترية بيوتنا منحكي فيها أكتر من لغة صحيح عيالنا متشتتة سايرة بقلب بيوتنا فيه أشخاص يمكن ما بيحكوا لغة البيت بيحكوا غير لغة ونحن مجبورين نقدر نتواصل معهم حتى هدول الولاد يلي مننقم إجمالاً إجمالاً الولاد يلي عندهم طيف توحود إجمالاً بيصيروا بيحكوا إنجليزي ليش؟ لأنه بالمدارس أكترية الأخصائيين بيحكوا إنجليزي والمدارس الأهالي عم بنقموا المدارس الأجنبية يلي اللغة التعليمية هي الإنجليزي إذن بفضله يعلموا أولادهم بس إنجليزي بس وين الخسارة هون؟ الخسارة أنه هيدا الولد ببطل يقدر يتواصل مع أهل مجتمعه هو بيئته هو لما بيرجع بده يحكي مع سته مع جده مع خالته مع قريبينه مع الدكاني بده ينزل يشتري شغلي من الدكاني ما بيعرفي عبر بده يطاري عبر باللغة التانية بقى هيدا بيعيقوا بالحياة حقيقة وبيعملوا مشاكل بالمستقبل يعني هذا بالفعل موضوع مهم جدا يعني المدرسة أو أنه كيف أنه بالمدارس اليوم اللغات متاحة أصبحت لغات أجنبية الأخرى ولكن نرى في بعض الأحيان أنه داخل المنزل الواحد ربما يركزون على لغة الأم أو لغة واحدة صح طب كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الطفل المصاب بطيف التوحد يؤثر على حياته على التواصل كما ذكرت مع أهل بيته أن يعيق ربما من بعض المهارات التي لديها أو أن يعبر عنها يعني الكثير ضروري أنه أول شيء اللغة الأساسية بالبيت ما لازم تنقطع لأنه هي اللغة تبع ثقافتها العائلة ولا يقدروا يكفهم مثل ما حكيت قبل بالتواصل مع مجتمعهم مع حضارتهم ما يعلموا أولادهم الأشياء الأساسية اللي لقلهم يلي يمكن ما ممكن يتعبر عنها بغير لغة لازم ضروري يبقوا يحكوا بلغتهم بالبيت إنما لما بدون يحاولوا يحكوا لغتين كمان ما في مانع بس لازم هاللغات تكون منفصلة عن بعضه وما لازم مثلا بنفس الجملة يكونوا مخربتين إنجليزي وعربي أو فرنساوي وإنجليزي أو يلي هن اللغات اللي عم بينحكوا بالبيت إذن إذا واحد بيحكي عربي تاني بيحكي إنجليزي أو هيدا الشخص إذا الولد عايش مع شخص واحد بالبيت بده يحكي معه أكتر من لغة بنحكي أول موضوع بلغة تاني موضوع بلغة تاني بنحكي قصة بلغة بنرجع بنحكي عن العشاء بلغة تاني ممكن نفسر عن شي جديد باللغة لأم مثلا إذا الولد عم بيتعلم لغة تاني وإجاب فرض عن الجغرافيا مثلا مش عم بيفهموا باللغة التانية خلينا نقول الإنجليزي هي اللغة التانية ممكن الأم تفسر للولد بالعربي عن هيدا الموضوع وتفرجيه كيف هاللغتين مرتبطين أو كيف المعاني بيجوا ورا بعضهم ترجمة نانسي قنقر